مساء الخير نهار اليوم طرأ ارتفاع درجات الحرارة مالت الأجواء للحرارة في مختلف المناطق في حين كانت الأجواء حارة في الأغوار البحر الميت وأيضا في خليج العقبة من صور الأقمار الصناعية عمالنا بنشوف سحب عالية ومتوسطة كمياتها ستتناقص تبتعد عن المملكة ولكن خلال 24 ساعة القادمة ممكن نشوف بعض هذه السحب في بعض المناطق عمالنا بنشوف الآن أجواء معتدلة الأجواء غالبا هي صافية 28 درجة مئوية 29% هي نسبة الرطوبة رياح شمالية غربية خفيفة السرعة درجات الحرارة مزبوطة بتتناقص ولكن تبقى الأجواء ما بين دافئة إلى معتدلة عم نحكي على 21 درجة مئوية بينما بكرة إن شاء الله يوم الثلاثة ارتفاع واضح درجات الحرارة عم نحكي على 34 درجة مئوية أجواء أيضا ستكون جافة حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة ولكن حارة بشكل واضح في الأغوار البحر الميت وأيضا في خليج العقبة بالنسبة ليوم الأربعة عمنا بنشوف تراجع واضح في درجات الحرارة بترجع الأجواء تقريبا دافئة معتدلة عم نحكي على 28 درجة مئوية ولكن مساء يوم الأربعة متوقع هبوب ممكن تكون رياح نشيطة مثيرة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية من البلاد أيضا يوم الخميس 28 درجة مئوية وبترجع إلى 15 درجة مئوية بنشوف خلال الأيام القادمة ممكن نشوف بعض السحب إن كانت متوسطة أو عالية الارتفاع غدا إذن درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تقريبا بنحكي على أربعة إلى خمس درجات مئوية التقس جاف بوجه عام حار نسبي في الجبال أيضا حار بشكل واضح في مناطق البادية وحار جدا في الأغوار البحر الميت وأيضا خليج العقبة نشوف درجات الحرارة لهذه الليلة وأيضا ليوم الغد وتكون كالتالي وأبدأ من مدينة العقبة العقبة 27 غدا تصل إلى 40 درجة مئوية 37 في وادي رم أجواء حارة معان 35 رأس النقب من 18 إلى 30 درجة مئوية وعمالنا منشوف بعض السحب المتوسطة والعالية البتراء من 21 إلى 32 الشوبك 19 و 31 الرشادية من 18 إلى 30 درجة مئوية الطفيلة من 20 إلى 33 غور الصافي عمالنا منشوف من 27 إلى 39 درجة مئوية أيضا الأجواء حارة بشكل واضح 34 في الكرك أجواء حارة نسبيا الليلة 21 هناك نكمل لنص الوادي الموجب من 27 إلى 37 البحر الميت من 29 إلى 41 درجة مئوية فعلا الأجواء حارة بشكل واضح مادة من 20 إلى 34 درجة مئوية مطار الملكة عالية الدولي من 18 إلى 35 درجة مئوية أيضا الأجواء حارة نسبيا مرج الحمام من 20 إلى 32 سويلة 19 و 31 34 غدا تصل في مدينة الفحس نستمر الصلط من 23 إلى 33 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا كذلك الحال في عجلون غدا تصل إلى 33 درجة مئوية راسمني في الليلة 18 وغدا 30 درجة مئوية وبعض السحب المتوسطة والعالية إربد من 22 إلى 33 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا كما نشاهد العظمى في جرش غدا تصل إلى 34 درجة مئوية 23 الليلة في عمان الغربية من 20 إلى 32 درجة مئوية 34 في عمان الشرقية 35 في الزرقاء والمفرق من 19 إلى 34 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا المناطق الشرقية من البلاد نحكي على 36 درجة مئوية في رويشة تصل العظمى هناك الصفاوي من 23 أيضا إلى 36 درجة مئوية الليلة في مدينة الأزرق تسجل 22 نتوقع غدا تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية النشر الجوية ننهيها بمنطقة الجفر من 22 إلى 37 درجة مئوية أطيب التمنيات إلى اللقاء